الإحصار هكذا وصف جيمي ديمون رئيس مجلس إدارة بنك جي بي مورغان التحديات التي تنتظر الاقتصاد الأمريكي تصريحات ديمون جاءت قبل عام مما تشهده أمريكا اليوم من أزمة جسدها ظاهريا إعلان مصرفي سيليكون ظالي وسيغنيتشر إفلاسهما لكن الحقيقة قد تكون أكبر كثير من ذلك شبح الأزمة المالية التي ضربت العالم عام 2008 خيم على مخيلة الاقتصاديين فيما يرى الحاذقون منهم سيناريو أكثر قتامة مما يظن البعض فمخاوف أزمات اقتصادية منتظرة وصف رقيق في ظل وباء كورونا الذي لا يزال العالم يعاني من تداعياته وحرب أوكران التي أوقفت إمدادات الغذاء والطاقة مع سفه غير مقبول من طباعة الدولار ينبئ بأن العالم واقع لا محالة في براثن الركود العظيم ولأن البورصات العالمية إذا مشتكى منها اقتصاد تداعى لها الباقون بالتبعية فإن المؤشرات على إفلاس المصرفين في أمريكا أثرت مباشرة على بورصات العالم فسجلت البورصات الأوروبية واليابانية تراجعا في مؤشراتها متأثرة بالاقتصاد الأكبر الرئيس الأمريكي جو بايدن خرج بتطمينات مفادها أن إدارته ملتزمة بمحاسبة المسؤولين وأن ما سماها فوضى الإدارة المالية للمصارف ستنتهي في ظل مواصلة الرقابة والتنظيم للمصارف الكبرى والضمان ودائع المدعين اليوم بفضل الإجراء السريع الذي اتخذته إدارتي خلال الأيام القليلة الماضية يمكن الأمريكيين أن يثقوا في أن النظام المصرفي آمن وستكون وضائعكم متاحة متى ما احتجتم إليها لكن الحقيقة التي لم يشئ بايدن الذهاب إليها هي أن إدارته المالية وفريقه الذي تفاخر به لحل الأزمة المصرفية يشارك بشكل كبير في الأزمة التي تنتظر العالم ولعل إفلاس سيليكون ظالي وسيجنيتشر هي القشة التي قد تقسم ظهر الاقتصاد العالمي